موضوعات خاصة بتأجيل لقاءات الأهل والزمالك في مطشطهم في الدورية كمان هتكلم معي عن مبارات السوفر اللي فيها بعض الأخبار اللي بتتردد وده أنا محتاج أعرف صحتها منه الجزء الثاني اللي أنا حابب أتكلم فيه مع حضراتكم هو جزء اللي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي وهو إعلان الناد الأهلي إتمام تعاقده مع آليو باجي المهاجم السنغالي علشان يكون موجود أربع سنوات ونصف علشان يكون موجود في الكتيبة الأهلوية في خط الهجوم بقى عندنا اتنين لعيبة من السنغال في صفوف النادي الأهلي والاتنين بيحملوا الاسم الأول آليو آليو ديانج وآليو باجي اتنين أصحاب بشرة صمراء اتنين من السنغال واثنين إن شاء الله يكونوا خمات مبشرة اتأكدنا من الكلام ده مع آليو ديانج لكن يتبقى آليو باجي آليو باجي زي ما حضراتكم عارفين تم اختياره بعناية شديدة جدا بعد ما كان قدام المدير الفني العديد والعديد من السفيهات والأسماء من مهاجم الأفارقة من كل مكان لكن الاختيارات والمعايير اللي قال عليها مستر ني فايلر واللي لقاها في آليو باجي هي دي اللي رجحت كافة آليو باجي إن هو يكون موجود من ضمن تشكيلة النادي الأهلي إن شاء الله ومن ضمن القائمة اللي هتكون موجودة علشان تكمل الموسم على خير ويكونوا سبب كمان في إحراز الأهداف وإحراز البطلات للنادي الأهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين مستر ني فايلر من ضمن احتياجاته إن هو عايز راس حربة بمواصفات معينة كمان آليو باجي لاعب صغير في السنة وبالتالي عنده مستقبل كبير جدا جوال نادي الأهلي لاعب صاحب بشرة سمراء نادي الأهلي على مدار تاريخه دايما بيكون عنده روس حربة مميزين أصحاب بشرة سمراء أبدا لا يقلل من إمكانيات مرام محسن أبدا لا يقلل من إمكانيات وليد أزارو وأبدا لا يقلل من إمكانيات أجاي يعني الأربع لعيبة اللي موجودين بيلعبوا في خط اللجوم طبعا ما قلت الجيرالدو عشان جيرالدو مش بيلعب راس حربة لكن جيرالدو وصلاح محسن طبعا اللاعب البطل المنتخب مصر تحت 23 سنة اللي يكون موجود إن شاء الله في الأولمبياد نتكلم على أربع خمس لعيبة كلهم عندهم إمكانيات على أعلى مستوى لكن الفريق البطل دايما زي ما حضركم عارفين بيحب يحضر السكوات بتاعه بيحب يحضر البودلة اللي يكونوا دايما موجودين كمان ما ننساش إن الإصابات اللي يعني ربنا يحفظ لعيبتنا منها المتكررة بسبب ضغط المتشاط بسبب لقدر الله تدخل عنيف داخل الموراة نفسها أو كمان لو بنتكلم في التدريبات اللي بتكون كل يوم واللي بيكون تدريب الأهلي واللعيبة اللي اتمرنت واللي بتحكي معنا هنا على خناة الأهلي أو في أي مكان حضركم عارفين أنه هم في الناد الأهلي التمرين عامل زي المتش كله عايز يحجز مكانه فطبيعي ممكن يكون بعض الإصابات الأكيد يعني بدون قصد تدريبات الناد الأهلي علشان كل واحد يحاول يحجز مكانه أساسي وبالتالي قال يبجي أحد يعني أحدث اللعيبة المنضمة لكتيبة الناد الأهلي والفريق الأحمر والخط الأمامي الهجوم للناد الأهلي لكن طبعا طبعا حضركم عارفين الدعم شفناه من يوم الجمعة لحد النهاردة كان فيه دعم كبير جدا جدا من جمهور الأهلاوي حتى لو شفت يعني جزء من لقطاته على اليوتيوب أو الفيسبوك أو وتأفر يعني أيا كان المكان اللي حضراتكم بتشوفه فيه أهداف اللعب أو لمسات اللعب وبالتالي كل الجمهور داعم للعب الحاجة التانية طبعا اللي هو وصي حضراتكم عليها إن ما نستعجلش عليه وما نستعجلش على مستوى وما نستعجلش على الأهداف اللي حقها أو الأهداف اللي يحرزها مع الناد الأهلي الأول بس إنه هو يشارك وبعد يوم يشارك إن شاء الله يبدأ ينسجل مع الفريق بعد كده يسجل شفنا كهرباء بسم الله إن شاء الله لعب المطش اللي فات معناد الأهلي أحرزها دا فين؟ رجل المباراة مباراة ضد فريق كبير اسمه طنطة الأهلي بيفوز بخمس أداف مقابل لشيء لكن اللي عايز أقوله الحضراتكم أو اثبتوا الحضراتكم إن جمهور الأهلي طالما هو داعم لأي لاعب موجود واللاعب حاسس بالكلام دا وما فيش دغوطات على اللاعب أعتقد إن اللاعب يحقق كل اللي حضراتكم بتحتاجوه كل اللي حضراتكم كمان بتتمنوا جمهور الأهلي بيتمنى تحقيق الانتصارات وأيضا إن لعب النادي الأهلي يحرزوا أهداف أعتقد إن الموسم دا معظم لعب النادي الأهلي حققوا أهداف وأحرزوا أهداف وده كان شيء مهم جدا جدا للنادي الأهلي طبعا هبدأ مع حضراتكم الأخبار وأول خبر علشان نبقى إن شاء الله يعني إحنا تكلمنا عليه وعلى تفاصيله ولا أنا هنائش ضيفي الأستاذ عصام شلطوت فأول خبر هسأله عن رأيه في تأجيل مبارتي الأهلي مع أمبي والزمالك مع المصري دا رسميا عن طريق إدارة المسابقات بالاتحاد المصري القرية القدم قرار التأجيل مطش الأهلي وأمبي اللي كان يوم 22 يناير ومباراة الزمالك والمصري اللي كانت يوم 20 يناير طيب من الأول لجنة المصابقات كتعرفة أن الأهلي عنده مباراة بكرة مع المقاولين دي يوم 19 واحد والزمالك عنده مباراة